اشتركوا في القناة درجة مئوية أجواء جافة والرطوبة النسبية 11% والرؤية الأفقية متراجعة في مدينة الكويت حول الخمسة كيلو متر لكن التحسن تدريجي خلال الساعات القليلة المقبلة الهواء الشمال الغربي سيكون نشط على فترات أغلب النشاط سيكون على المناطق السعالية سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على بعض المناطق كحد أقصى من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة درجات الحرارة للساعة 12 تتراوح ما بين 33 إلى 37 درجة مئوية للساعة 12 أجواء حارة ستستمر ويانا خلال النهار وأيضا خلال المساء أما ساعات الصباح الأولى درجة الحرارة ستتراوح ما بين 32 إلى 34 و 33 درجة مئوية في مدينة الكويت منتصف نهار يوم الغد أجواء حارة وهو شمالي غربي نشط على فترات من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة فرص الغبار المثار ستكون قائمة خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة وقد تتأثر بعض المناطق السكنية بهذه الفرص من الغبار أيضا الرمال الزاحفة لها فرص وتشكلها أيضا على الطرق السريعة خارج المدينة سيكون وارد يوم الغد مع نشاط سرعة الرياح الشمالية الغربية من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة خلال النهار لكن خلال المساء تتراجع سرعة الرياح تدريجيا وتكون من 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة والغبار المثار خلال النهار يترسب تدريجيا مع تراجع سرعة الرياح خلال المساء درجات الحرارة باتر تتراوح ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء المناطق الساحلية والجزر الجنوبية تتراوح درجات الحرارة هناك ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية مساء بذن الله تتراجع سرعة الرياح لكن البحر خلال النهار سيكون معتدل إلى عالي الموج أولا سيكون من 2 إلى 6 قدم لكن بعد ذلك تتراجع الأمواج وتكون من 2 إلى 5 ومن 2 إلى 4 قدم خلال تراجع سرعة الرياح خلال المساء المد الأول بذن الله ساعة 2-11 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 11-56 دقيقة الظهر والجزر الأول ساعة 6-53 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 8-4 دقائق مساء والفترة هذه من فترات الحمل المواقيت بذن الله أذان الفير الساعة 3-19 دقيقة والشروق الساعة 54 والمغرب الساعة 6-51 دقيقة أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة طقس صيفي وهو شمالي غربي حار والرياح نشطة على فترات خلال النهار وتتراجع سرعتها تدريجيا خلال المساء والغبار المثار خلال النهار يترسب تدريجيا خلال المساء فرص تراجع الرؤية الأفقية ستكون واردة في المناطق الصحراوية والمكشوفة وأيضا الرمال الزاحفة على بعض الطرق باشر بذن الله خلال النهار 47 العظمة والصغرة 33 هو شمالي غربي نشطة على فترات خلال النهار من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة تتراجع سرعتها خلال المساء وغبار على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة وهذه الأجواء تتكرر أيضا في يوم الخميس مع عبور لبعض السحب العالية على بعض المناطق في يوم الخميس 49 العظمة والصغرة 35 والإحساس في درجة الحرارة قد يكون أعلى من ذلك والهو الشمالي الغربي نشط على فترات خلال النهار من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة وأيضا تتراجع سرعتها خلال المساء يوم الجمعة بذن الله 48 العظمة والصغرة 36 وهو الشمالي غربي خفيفي لمعتدل السرعة من 12 إلى 35 كيلو متر في الساعة مع تراجع سرعة الرياح الاحساس بالحرارة سيكون أكثر و سيكون ملحوظ أكثر على بعض المناطق عبور السحب سيكون موجود في يوم الجمعة و السبت و على بعض المناطق في يوم الأحد يوم السبت بذن الله العظمة 49 و الصغرة 34 درجة مئوية وهو الشمالي غربي خفيفي لمعتدل من 8 إلى 35 و حول هذه المعدلات أيضا في يوم الأحد من 10 إلى 35 و 48 العظمة في يوم الأحد و الصغرة 35 درجة مئوية أزال مشاهدين الأجواء الحارة مستمر رويانة طق الصيفي نشاط في سراعة الرياح خلال النهار غبار مثار خلال النهار و يترسب تدريجيا خلال المساء أجواء حارة و درجات الحرارة تصل إلى 47 و 48 و 49 درجة مئوية و قد تلامس ال 50 هذا أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من السنة صيف لكويت المعتاد مستمر رويانة نشرتنا الجوية تنتهي و الآن نعود للطرف الآخر من الستيديو لاستكمال النشرة